اشتركوا في القناة جمع بين الحسنيين بين الشعر الرسالي من جهة والغيرة على اللغة التي ينتمي إليها من جهة ثانية من الجزائر أرض الثائرين المتشبثين بأستار تاريخ لا يمحى وجذور أمة لا تستكين من الجزائر أرض الشهداء وقصيدة الأحرار كان شاعرنا الذي مزج القصيدة بالفكر المستنير متطلعا بذلك إلى القيام بدوره في مشروع حضارة أمة كاملة نرحبه بضيف هذه الحلقة من بيت القصيد هنا في الأستوديو معنا الشاعر الأديبة الدكتور العزيز جدا عمار الأرباح حياكم الله أبا محمد الفاتح كما تحب أن تنادأ أهلا وسهلا حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد حياكم الله حياكم الله وبياكم سيد مصطفى أني لجد سعيد بهذه الجلسة وهذه الإطلالة من على نافذة الرافدين والله ونحن جد سعداء وأكثر سعادة والله يعلم دكتور عمار في البداية أشعر أن القصيدة لها في نفسك الكثير من الإجلال والتقدير الكثير من القيمة الكثير من الدلال في نفسك وهذا الدلال ربما نابع من بعد فكري أو رسالة معينة تود إيصالها الشعر كحاضنة أو بوتقة تحتضن هذا المحتوى العالي ألا وهو الرسالة حدثني عن العلاقة ما بين الشعر والرسالة في نفسك شكرا أستاذ مصطفى تحية طيبة مني إليكم وإلى كل مشاهد يجتمع معنا اليوم عبر الزمان الواحد والمكانين المختلفين هذا الذي أردده دوما الشعر رسالة ولا عجب إن الشاعر الجاهلية في الزمن الغابر كان يدافع عن قبيلته بقصيد أو ببيت حتى لكأن ذلك البيت سيف من السيوف الحادة يهبط به على قبيلة بأكملها فتهوي ويهوي قومها صرعا ألم تسمع قول جرير وإن كان في أيام الأمويين فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابة فكانت قبيلة نمير لا ينتسب أهلها إلى نمير مدة أربعين سنة لأجل هذا البيت إن الشاعر إن لم يكن حاملا لرسالة أمته فهو غمة وملمة فعلا إن الشاعر إن لم يكن منافحا عن قيم وثوابت وعادات وتقاليد أمته ليس شاعرا وليس لديه مشاعر ولا أحاسيس أحسنت الشاعر عندي إنسان متمجز يتميز بشعوره وأحاسيسه ويتميز بعلمه لقد قرأنا في لسان العرب وهو من هو إذ يعرف الشاعر قائلا الشاعر هو العلم والعقل والدراية والإلمام بدقائق الأمور يا سلام إن الشاعر لم يكن لديه علم بالعربية وعلم بأنساد أهله وعاشيرته فإنه لا يستطيع أن يقول شعرا وإن كان كلامه موزونة أحسنت هذه المقدمة العذبة والجميلة حقا وهذه الإجابة الذكية والتي فيها من الحصافة والديبلوماسية ما فيها ربما تقودنا إلى سؤال لا بد منه ألا وهو أن نصبر غور وتفاصيل لا بد من ذكرها الآن سواء في حياتكم الدراسية سواء معلومات عامة تود أن يعرفها المتابع العراقي والمشاهد العربي بشكل عام عن الدكتور عمار الأربع قل ما تحب في غضون دقيقتين ولك مطلقة الحرية أنا سأقول واقعا وليس ما أحب نريد أن تحدثنا عنك أكيد الواقع يفرض علي أن أقول أنا عمار ابن محمود الأربع من قبيلة لخم وجذام اليمنية يا سلام هذه أصول على كل حال ولكن كما قال الشاعر لا تقل أصلي وفصلي أبدا إنما أصل الفتى ما قد حصل يا سلام أصولكم يمنية وأنتم من الجزاء نعم لأن العالم العربي كتلة واحدة ولحمة واحدة إذا بكى أو فارح الجزائري هنأه اليمني حسنت وساعد به العراقي والسوري و... نحن نريده كتلة واحدة لا لقمة سائغة لآخر لا أبدا عمار الأربع عاش كما كان يعيش أطرابه في ذلك الزمان ونحن من أبناء الاستقلال في أيامه الأولى سنة 1963 16 أبريل ولدنا خرجنا إلى هذا الوجود والحمد لله وقضينا وقضينا مرحلة الإبتداء في منشأ حيث سقطنا ومسقط رأسنا ثم انتقلنا إلى المتوسط في الثانوي في المعهد التكنولوجي للطربية وكنا الحمد لله رب العالمين من الأوائل ما شاء الله عاشقنا الشعرة انتقلنا بعد ذلك أي بعد 14 سنة تدريس شاركنا في البكالوريا والحمد لله نجحنا والآن نحضر الدكتوراه في الأدب القديم ما شاء الله مثلكم لا يسقط سيد العزيز وإنما يرتقي دائما الحمد لله لنا حب للعربية حب للعرب لأن العربية تعني ذلك الذي لا نقص فيه ولا عيد يا سلام عن علاقتك بالشعر كلمنا عن هذه العلاقة التكاملية علاقتك بالشعر يا سيدي نشأت في بيت أمي لكن والدي في كثير من الأحيين يتحدث بلغة وكأنه دخل المدرسة وما دخل هو لا يعرف حتى كتابة اسمه يا سلام لكنه جزاه الله خيرا كان محبا للكتاب وللكتب على فترته وسجيته نعم وأثقلت كاهله بأن كنت كل مرة يا أبي اشتري لي الكتاب الفلاني الفلان فلاني حتى ثار في وجهه ذات مرة ماذا تفعل بهذه الكتب لأنه لا يدرك أن لكل مؤلف فكره وأدبه وعلمه وطريقته في التأليف بالفعل وكان طيب الله ذكره وهو يسير اليوم إلى الثانية والثمانين من عمره والحمد لله والحمد لله والدي طيب الله ذكره كان لا يبخل علي إذا سمعت بشخص برجل يذهب إلى البقاع المقدسة أقول له يا أبتي فلان يذهب إلى البقاع المقدسة يبعث معه شيء من الضراهم وهذه قصص طورق أكتب عليها عنوين الكتب ولم يكن يبخل حتى إذا ما أزفت ساعة ذهابه إلى الحشف السبعة وثمانين ضمنته أو ضمنت جيبه قصص طورق فيها مجموعة من عنوين الكتب وأحضرها لك على رأسها ظلال القرآن في ظلال القرآن لسيد قطب أحضره هو فقط وقال لي يا عمار يا ابني هذا كتاب واحد هذا وزنه فماذا لو أتيت بكل تلك الكتب إن الطائرة لتتحملها كزاك الله خير والدي نعم ما شاء الله فهكذا عشنا وهذا الذي حببني في العربية وبخاصة والدي كان يدفعني دفعا إلى الكتاب والكتاتيب لحفظ القرآن وتعلمت الكتابة على اللوح حتى صرت حاذقا في الخط والحمد لله فإضافة إلى اللغة والأسلوب الذي أريده أن يكون جميلا جليا واضحا عذبا يتواتى ذلك مع الخط الجميل الذي قال عنه من قال الخط الجميل يزيد الكلام الجميل جمالا وكذلك الإلقاء الجميل يزيد الكلام الجميل جمالا أكرمك الله بداية الإلقاء الشريء العذب الذي ستشنف أذاننا وأسماعنا وتطيب قلوبنا به به أكيد نريد أن نفتتح بقصيدة أنت تختارها قبل أن نذهب بعد حديثك عن الأب ستتحدث عن الأبناء لكن قبل ذلك نريد قصيدة هذا القصيد نروح بها قليلا اجتهدت أن يكون أول ما أسمعه في هذه الجلسة الطيبة تفضل أسود وثعالب أسرب الطير إني قد بوليت بهذا الوغد أقصانا يدوس أعرني من جناح كريشتين فنار الشور سعرها الحسيس تطالعنا الصحائف كل فجر بأنباء تشيب لها الرؤوس وتتحفنا الإذاعة بالأغاني وتطربنا الربابة أو لميس فيا أقصى القداسة لا تلمنا فنحن اليوم سرنا لا نسوس أولاة الأمر فينا لا نراهم سوى كالصب تسحره العروس أولاة الأمر فينا لا نراهم سواك الصب تسحره العروس ويركبه عدو الدين طوعا خسيس النفس يركبه التعيس ويعمل بالأوامر حين تملى وراء البحر يرسلها القصيس ويعمى والحقيقة لا توارى وكتم الحق ترفضه النفوس سماسرة ذئاب سماسرة ذئاب للشعوب وللأعداء خيل بل وعيس مجددا متفضلا ويعمى والحقيقة لا توارى ويعمى والحقيقة لا توارى وكتم الحق ترفضه النفوس سماسرة ذئاب ما أفاق وتلعب بالعقول الخندريس عقولهم تغيب كل ساع وتتلفها الحشيشة والكؤوس وذا الدولار ضل لهم فتاه تعانقهم دراهم أو فلوس ويفزعهم بعد هدي يقود الركب ماسون وروس إذا ما الشعب منتصر لدين ستضرم في الفضاء حرب ضروس وينتصر الجهاد جهاد شعب ويحيى الدين غلابا يسوس ويحيى الدين غلابا يسوس لا فضفوك دكتور عمار ما السبيل إلى تحقيق هذه الأمنية أن يحيى الدين غلابا كيف يمكن أن نصل إلى مثل هذه الفكرة وتتحقق على الأرض كيف السبيل إلى تحققها أيها إن نوما العميق لا بد له من يقضى لا بد له من صحوة هناك ثلاثة من الأشياء أو الأربع على رأسها دور العلماء العاملين المتجردين أحسن وثانيها دور المعلم في التربية والتعليم عظيم وثالثها الأئمة الذين يجب أن يكونوا أئمة بحق لأنه يفترض في الإمام أن يكون عاقلا فقيها فهما شجاعا لا يستجدي أن يكون إماما مثالا في أخلاقه وفي علمه وفي أمره بالمعروف والنهي على المنكر هذه الفريضة الغائبة التي نحن نعاقب لغيابها اليوم من المحيط إلى الخليج والرابعة الرابعة أن ندرك من نحن ونقرأ تاريخنا الذي يعرفه غيرنا أكثر مننا لذلك هم يضربون على هذا الوطن الحساس يقرؤون ولا نقرأ ويفهمون ولا نفهم هم يعرفون تاريخنا أكثر منها للأسف ويعرفون نقاط قوتنا عندما نقرأ تاريخنا الذي كتبه الأسلاف الأنقيا لكنهم سرقوه في ليل أليل أحسنت الله يا دكتور عمار كنت وقد أسلفت بالحديث عن والدكم وهو جد أبنائكم والآن الحديث عن الأبناء وهذه العدوى الحميدة ألا وهي عدوى الشعر التي يعني ليس بالضرورة أن تنتقل أن تنتقل من الأب إلى الإبن لكن أحيانا كثيرا يحصل هذا وتنتقل هذه العدوى الإيجابية الحميدة كلمنا عن من أصيب بهذه العدوى الجميلة ألا وهي كتابة الشعر من أبنائكم باختصار تفضل حديثكم عن والدي طيب الله ذكره هو حديث فيه سرور وحبور والدي كما قلت وأسلفت إنه ليس عالما ولا دخل مدرسة لا يعرف حتى كتابة اسمه ولكن حبه لطلب العلم وحبه لأن كونا كان يدعو ولا يزال ويقول إن شاء الله تكونون أصحاب علم وإن شاء الله سيكون أولادكم خير منكم يعني أفضل منكم في العلم وأولاد أولادكم لما رزقنا بالأحفاد اليوم وأولاد أولادكم يكونوا خيرا منكم أنتم كذلك فوالدي يفرح كثيرا عندما ينجح أحدنا في شهادة معينة أو في مسابقة معينة ويقول الحمد لله إنجحوا إنجحوا عن عدو الشعر لدى الأبناء نعم عن عدو الشعر لدى الأبناء قصة عجيبة قصة طريفة يقولون هذا الشبل من ذاك الأسب نعم عندما يرون ابنتي سمية وهي طلق الشعر نعم هذه الشعر الحاذقة الماهرة صاحبة الأسلوب المتميز سبكا وحبكا ولغة وفكرة أكيد في أحيين كثيرة أنا أعجب من أين تأتي بالفكرة وكيف توظف الكلمة التي لا تحيد عن مكانها ومظنها هذه توفيقات ربنا سبحانه وتعالى ما شاء الله سمية الشعر سمية الشاعر صاحبة لازلت أعزف ألحاني لأندلس رغم الجراح التي عاثت بآلاتي نعم أبكي لصقر سقوط المجد عن فرسي وكل حرف روي خان أبياتي إلى أن تقول شوقي لأندلس والحب قصتنا بالحب بدءي وشوقي في النهاياتي يا السلام ابنتي هذه أكاد أقول إنها من طينة متميزة في الشعر يكفي أنها ابتدأت الشعر في يوم من الأيام وهي تجيب على الوضعية الإدماجية في شهادة التعليم الأساسي يوم ذاك وأبرقت إلي عبر الهاتف قالت لأبي أخبرك بتعبيري اليوم في الإنشاء قلت لها تفضلي وكان الموضوع حول خدمة الأرض وفلحها وحرضها وكان ذلك بحضور عدد من المدرسين كانوا معكم نعم مبارك الله وفيك سيد مصطفى هذا الذي يجب أن أذكره فكنت أسمع تقول لي وهي تحكي وطروي بعربية ثم قالت لي إني ختمت التعبير بهذا البيت يا أبي فما رأيك عودوا فالأرض تدعوكم للقاكم يا أهل الأرض فاعل 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 يا سلام فلما أخبرت أصدقائي الجالسين معي قالوا لي يا أستاذ عمار لو لم نكن أعرفك بسمتك وأمانتك لقلنا إنك أنت من أوحى إليها بهذا البيت يا السلام ففرحت ومنذ ذلك الحين كانت سمية الشاعرة وكانت سمية النحررة الأديبة الحمد لله طبعا أعزان المشاهدين سمية الأرباع هي شاعرة جزائرية وتكون ابنة الدكتور عمار الأرباع ضيفنا في هذه الحلقة وسبق وقد استضفناها في حلقة سابقة من برنامج بيت القصيد وهي كذلك عضو عامل في الجمعية الدولية للشعراء العرب في تركيا وكذلك لها أسلوبها الجميل في القراءة الشارية وكذلك في الكتابة تماما هذا الشبل من هذا الأسد ونريد قراءة جديدة وقصيدة مختلفة هذه المرة تفضل دكتور عمار القصيد بعنوان ظل البريء جميل وخرجت ذات ليل ماشيا وسط الظلام أتسرى أتسلى بحكايات الكرام فرأيد بعد حين ظل جسم قد تأنى في المسير للأمام يحسب الأنفاس عني بالتمام قلت مالك ماذا تبغي بالتمام قال عفوا وتوانى وتوارى وتوارى في الكلام من التورية ثم أنهى أنا عبد ديننا دين نظام فأنا أعمل دوما للتغني بالسلام فاستضرت أستعيد الحادثات بل أصبت بالهيام وإذا بالظل يعد مستعينا بالحسام ثم تأيقنت حقا أن ظل كان عبدا وخدوما للنظام والسلام يا الله ما أقصاها من خاتمة أستاذ عمار لك أن تكمل إن أحببت أن تبني على هذه القراءة قراءة ثانية كنت راجعا من مينا في الثلاثة وتسعين في أيام البوسم وأن أدخل الحرم المكي وإذا برجل سعودي وناديني سلام عليكم قلت الله وعليكم السلام من أخونا قلت له من الجزائر الله من الجزائر بالمناسبة الشعوب كلها تحب الجزائر أرض المليون ونصف المليون من الشهداء أرض الأبطال الأشاوس وأرض المغوير والحمد لله هذه الأمة ولودة فتناولنا أطراف أحساس هديثة شتى ثم أسمعته هذا القصيد الذي كنت كلما قلت بيتا راح يردده وكان معه أربعة من أبنائه لزوجات ثلاث ويقول محمد اسمى عمك عمار شاعر وكان محبا للشعر قلت يوما إن شعبي إن أرضي في خطر قيل كلا هذا إفك هذا زور وخضر كيف نرضى أن تبوح ذا خداع وغضر فالبلاد والعباد في وفاق في أمان البوادي كالحضر أنت عون للدخيل للنسور للحمر قلت كلا هذا رأي هذا حق إن حر قيل كفة أنت أهل للسعير للسجون أو سقر وإذا الغضر تعرى وإذا المكر ظهر وإذا الشر تبدى وإذا الماء أعاكر قلت هذا كان رأي آه شعبي فاعتبر آه شعبي فاعتبر وماذا بعد هذه العبرة هل اعتبر الشعب أم لم يعتبر الشعب الشعب لا بد له من توعية إن النخبة لها دور عظيم كما وأسلفنا فإذا ما غاب دور النخبة فلا لوم على الشعب الشعب يريد أن يتعلم يريد أن يكون واعيا وإن غياب الواعين أو غياب دور الواعين يجعله في منأة عن إدراك ما يراد له أحسنت هل ثم تتتمة للنص تود أن تسترسل بها أو تكملها أم نكتفي بالقدر الذي قرأته أنت مخير لا فرق ولا بأس ولا مشكلة يسعدنا أن تكمل النص أو أن تتمه إذا أردت هناك قصيد آخر قصيد آخر نعم لا بأس إذا تفضلتم هي مجموعة أبيات فقط تفضل ذكرت فيها واقعا يحدث ونراه من المحيط إلى الخليج تفضل في بلدنا العربي الجميل في بلدة الطيبة سياسة بديعة تشجع الرذائل تحكم الشارع وقوة سلطانها في بسمة المديعة شعارها تصفيقة لركضة سريعة والشعب فيها هاتف بالقولة الوضيعة لذلك فإنما سلطانها يضمنه بناية مريعة يجول في أوساطها أقلامنا أفكارنا أوراقنا أحلامنا جميعا على بساطتها إلا أن فيها وجعا حقيقيا لأمة كاملة هذه الكتابة التي فيها ربما سخرية من الواقع وهذه السخرية منبعثة من قلب موجوع أحيانا نحن نسخر من أوجاعنا حينما لا نملك حلا لطبابتها أو معالجتها أو تغييرها عن حال الشباب حتى يتغير ما المطلوب نحو الأفضل طبعا الشباب يا سيدي في كل العالم لا بد له من قائد يقوده كلمنا عن شبابنا دعنا من شباب العالم لنكون أنانيين ولو لمرة واحدة شبابنا لا بد له من أن نقوده وأن نجعله واعيا بما يراد له شبابنا اليوم لا يهمه إلا أن يتابع ما يكتب له وما يسوق عبر الفايس وهذه الأوساط الاجتماعية الوسائط الاجتماعية أقول لذلك لا بد من الطربية لقد قال الشيخ البشير الإبراهيمي فلنطمس هذه الحدود الفاصلة ونبدأ بالتعليم والطربية وهنا مربط الفرس فالمعلم اليوم لم يعد له دور عندما يشار إليه بالبنان لقد صار راطبك كذا يسمع به القاس والداني رغم أنه يعطى الفتاة للأسف عندما أقول هذا المعلم اليوم صار يعيش الخوف وهو يرى تلاميذه يتربسون به ذات اليمين وذات الشمال وفي الليل وفي النهار وبخاصة عندنا وكذلك في بلاد كثيرة في كل مجتمعاتنا للأسف نعم ذلك لأننا تبرأنا مما عندنا من الجمال والظوق ومن السماحة بدءا من ديننا وعاداتنا وتقاليدنا وثوابت وقيم أمتنا المعلم قديما حتى في بلد وبلدك وفي بلادنا العربية كان يشار إليه ببنان الإكبار والإعجاب والتقدير والاحترام أما اليوم فالصورة صارت معكوسة تماما وهذا الذي يحز في النفس ينضاف إلى هذا كثير من التوجهات نعم جعلت جيشا من المعلمين لا أهلية لهم ولا كفاءة تطأ أقدامهم أرض نعم المدارس ولا يقدمون شيئا طيب بعيدا عن الاستفادة بتشريح المشكلة ما الحل باعتقاده أنا قبل أن أذكر الحل والحل عندنا لا بد أن أعرج على ما قاله الشاعر الأندلوسي عن المعلمين في ذلك الزمان ماذا قال قال تصدر للتعليم كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرس فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس إيش البيت هذا لقد هزلت حتى بدى من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس يا الله المعلم يومئذ كان حافظا للقرآن كان مطلعا على علوم العربية ووحدتها كاملة من بلاغة وأدب وصرف ونحو وإملاء وعلوم أخرى في فقه اللغة وما إلى ذلك ورغم ذلك انظر ماذا قال فيه الشاعر الشاعر فلو اطلع شاعرنا هذا على واقع معلمنا اليوم يا الله ماذا سيقول أنا لي في هذا قصيد لو تفضلتم يا ساتر لا أسمعناكم لكنني لا أعمم القضية لا بس فليكن صدركم أستاذ مصطفى أكيد أنا أمازحك حينما يعني أبديت قلقا ما ولكن أكيد نحن بحاجة إلى أن نضع أيدينا دائما على الوجع لربما يعني نكون سببا بشفائه واستشفاء أهله نرجو ذلك أستاذ مصطفى أنا أول ما قلت إن الشاعر الذي لا يتحدث ولا يسعى لمعالجة هموم أمته فهو غمة وملمة فعلا معلمون تفضل هدية إلى الزاحظ يا سلام عمر بن بحر أيه كان الذي قد خالف المعقول قم للمعلم وفه التبجيل الله بل زاد في ألم الذي قد قيل كاد المعلم أن يكون رسولا أين الرسالة للمعلم وهو ذا قد أمس يبدو قد صار يبدو بالديار دخيلة سكن المقاهي عاشقا ومتيما بالنردشير ولا يريد بديلا سكن المقاهي عاشقا ومتيما بالنردشير ولا يريد بديلا وطراه يبخل لا يجود بفلسه إن المعلم لا يكون بخيلا فإذا أردت نكاية بمعلم صوت وأصدر للنقود صليلا ستراه فعلا ستراه يفزع والكيان مجلجل فعل النقود محول تحويل متصدرا كل المجال سيدعي فقه الحديث ويشبه البهلول أولاده في جهلهم من جهله سلك الشوارع في النهار طويل وإذا الليالي أظلمت وتوشحت هذه الدنى ظلماءها المسدول أبصرت أبناء الشوارع بينهم ابن المعلم استحال جهولا متخدرا والوجه أسود قاتم قد كان يبدو للعيان جميلا ومعلمون جلوسهم لفلوسهم ورؤوسهم قد ذللت تذليلا ومعلمون جلوسهم لفلوسهم ورؤوسهم قد ذللت تذليلا وطراهم وهم الحياقل في الوراء وهم التحوت ويحسدون وعولا فلو اطلعت على فضاعة جهلهم لملئت رعبا أو سعقت ذهولا فسل القواعد كمبكت من حصرة هذا يجر هذا يقيم ويخفض المفعول وسل المدارس بانة في ظلها عاش المعلم كالأمير ظليلا وإذا به قد ردها لمجونه يأوي إليها بكرة وأصيلا هذه المهازل عششت بمدارس فوقفت أصرخ يا غياب رجولا هذا كلامي يستخف به الأولى يتجاهلون وأتقن التعليل أنا لا أذيع سوى الحقيقة إنني عاديت نفسي لو تزيغ قليلا أنا لا أريد بأن أعيش مغازلا من عاش يهوى الرقص والتطبيلا أنا شاعر والشعر يحرق مهجتي والعابثون قد لبسوا الإكليلا زمن الرداءة للكسول مكرم أنا لا أريد أنا لست أرضى أن أعيش كسولا أنا لا أريد بأن أعمم حالة فهناك صنف ما يلوذ بإلا استثناء فإذا المعلم لا يميد به الهوى بل ليس يرضى عن العثاف بديلا ويجود فعلا بالحياة في الحياة بوقته ويجود فعلا في الحياة بوقته ويعد جيلا للنزال فجيلا فلسوف نرضع من يريد به أذن ولسوف نرضى بأن يكون رسولا ولسوف يبقى للممات شعارنا عاش المعلم في الحياة جليلا ودمت جليلا لابد من فاصل الآن شاهدين الكرام نخرج إلى فاصل قصير بعده نواصل ما تبقى في هذه الحلقة لا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر شاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم من جديد معنا هنا في الأستوديو الشاعر الأديبة الدكتور الجزائري أمار الأرباع أهلا صاحب الفكرة والرسالة والهدف المتحرق بسخريته والساخر من واقعه والآمل بتغير الحال إلى ما هو أفضل كيف يتغير الحال؟ لنا أمل في الله كما قال الشاعر ولي أمل في الله تحيا به المنى فنحن دوما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله يحب الفأل والتفائل تفائل الخير تجدوه أنا لا أعيش إلا بالتفائل في حياتي نعم ماذا أقول الإنسان الذي يعيش يائسا يعيش ميتا فعلا لأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون والكافر بمعنى أنه يغطي الحقيقة فعلا فنحن لا نغطي الحقائق نريدها جلية للناس جميعا ونريد جميعا أن نتماسك وأن نتعاون ونتعاضض لنحمل هم الأمة لنخرج بها من وحدتها وليلها حسنت الأليل عن فكرة الاعتزاز بالأصول بالثوابت بالتراث بما وصل إلينا من علوم شتى من أفكار عالية من أخلاق سامية من قصص ومواقف تترجم للأمانة بلغة عالية وتكتب بما الذهب عن فكرة ولزومية التشبث بهذا الموروث وعدم التنصل منه أو الشعور بشيء من الأعار والتكبر والتعالي عليه رسالتكم وفكرتكم ورأيكم في ذلك يا سيدي إن الغرب اليوم جميعه وبخاصة أن نخب فيه تنادي بأعلى صوتها لا بد من رجوعنا إلى أصولنا وإلى مآثرنا وهذا من صميم ديننا نحن الذي لا تاريخ له ولا أصل له لا مستقبل له إن تاريخنا الزاهر وإن تاريخنا المجيد المضيء لا بد أن نقبس منه لنضيء أمامنا من مستقبل حتى نعيش النورانية التي كنا نعيشها في يوم ما إن أجدادنا كانوا يربعون بأنفسهم أن يذلوا لغيرهم يا سلام وإنما قاموا من تلك الصحراء القاحلة وكانوا ثلة ليس إلا وقاموا بما يمليه الواجب عليهم من نصرة دينهم ومن البقاء على ثوابت أمتهم العربية قبل الإسلامية وما لأصداهم العالم فعزوا حتى العربي في جاهليته كان صاحب كلمة صاحب نظافة صاحب كان يجير كان ينهض لنجدة الصريخ كان يعين كان يقاوم رغم الظروف التي لم تكن تأهله ليكون ولكنه كان والله تعالى يجعل سره في أضعف خلقه فعلا حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أي أن الأخلاق موجودة وجاء النبي متمم منها وتتميم الأخلاق أستاذ مصطفى إنما يكون بأمرين تفضل الأمر الأول بتغيير النية قد كان العبد في عرف الناس عن طلب الشداد نعم كان يقول أثني علي بما علمت فإنني مميزا آه خصيدة مميزة سمح مخالقة أو مخالطة في رواية أخرى إذا لم أظلمي أثني علي لمن لعب لا لما جاء الإسلام يبحث عن الشجاعة وعن الإقدام ولكن لا بد من تغيير النية من كانت نياته لله فذلك في سبيل الله هذه اللولة تغيير النية إتمام الأخلاق لأتمم مكارم الأخلاق إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق أولا بتغيير النية والثانية أن تكون دون شطط فلا ضرر فيها ولا ضرار كان الواحد منهم لا يملك إلا شيئا عزيزا عليه فيفر ما أقول يتصدق به يقدمه يقدمه ويبالغ في الإكرام شعلا فجاء الإسلام لا ضرر ولا ضرار لا إفراط ولا تفريط العربي قديما كان سخيا جوادا كريما ولكن الآية تضبيطه والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقطروا لكن حدثنا قليلا عن فكرة أن الشباب في زماننا يعني بدأوا كما لو أنهم مثلا يتعلون على هذا التراث يشعرون مثلا بالعار منه رغم أنه تراث مشرف هؤلاء أبرياء أما الجونات فهم من سوقوا من سوقوا لهم هذا عبر الوسائط عبر الإعلام عبر ما يسوق إلينا من الغرب شبابنا براء إني لأجلس إلى الواحد منهم وهو قد أغلق أذنيه بالكيت وأغلق عينيه بنظارة شمسية سوداء لا ينظر إلى هذا الحيز من الموبايل فقط فتجده في قلق واكتئاب وحزن حتى إذا ما جالسته وبدأت أتحدث إليه تنفس الصعداء وقال لي يا عمي أين كنت أنا أريد أن أسمع هذا الكلام لم أسمعه لا من والدي ولا من معلمي ولذلك وجب على النخبة أن تكون واعية بهذه المسئولية نحن لدينا مسئولية سنحاسب عليها بين أدي ربنا سبحانه وتعالى ألا تنغلق النخبة على ذاتها وإنما عليها أن تنتشر انتشارا إيجابيا بين أساط العامة والناس ما قيمة ما يحمل هؤلاء تعطي علمها لهؤلاء الناس وإلا فما قيمة هذا العلم إذا ظل مخزونا بالصدر إنه لا قيمة لعالم ولا لنخبة من النخب إذا أغلقت على نفسها وصارت هكذا في خيمة فاهم كما لو أنهم في طبقة وفي معزل عن الناس أو في برج عاجل وينظرون إلى العامة أو إلى الدهماء أو إلى الشعب نظر إعجاب بأنفسهم ويقولون لا علينا ليس من واجبنا أن نهبط أو نتنازل إن الذي لا يتنازل سينزل أولادهم يتنازل من أجل إنقاذ أبناء شعبه سيدفع أبناؤهم أبناء مجتمع أبناء مجتمع نعم وبناتهم سيدفعنا الثمن نحن هنا نتحدث عن تنازل إيجابي لا سلبي التنازل أي النزول قليلا لعواما الناس محاولة احتضانهم محاولة إنقاذهم معذرة هذا ليس تنازلا إيجابيا بل هو تنازل واجب واجب فعندما أتحدث عن السلب والإيجابي أمر أما الذي وصلنا إليه اليوم إنه لا تنجح الأمة إلا إذا هبط هؤلاء من أبراجهم العاجية ومن ألقابهم المزعومة إلى هذه الأمة ليعلموها ويفقهوها ويرشدوها وينصحوها نعم هذا هو واجب يعني هؤلاء هم الزخم وهم العمق الأكبر وعليهم تعلق الآمال الجزائر كذلك نموذج ولابد أن لديك ما تود أن تقوله شعرا هذه المرة مررنا بعشرية سوداء لا أعادها الله لا علينا ولا على الأمة وحينها لا بد للشاعر أن يقول كلمته جميل لقد سطرت في هذا القصيد صورة متكاملة لما كان يقع وما كان مأمولا نأمل أن يقع وقد وقع والحمد لله واشم على قلب بلدي تفضل كفك في دمعا جزائر وارق بيه حس شاعر واسمحي لي أن أبوح هذا سر من سرائر حين مات العقل فينا حينما ماتت مشاعر حين غاب الحس عنا حينما غاب الضمائر سرنا نصغي نحن نصغي في ذهول نلمح كل الجرائر نضرب كفا بكف ماذا يجري بالجزائر عندما الهامات مادت بالحبال كالبخائر وإذا الأجساد تكوى أو تسوى بالمناشر هو ذا الجهل الجهول فاعل فعلات فاجر عيرونا قيل جبن يعتري قوم المشاهر حاش كلا هذا إفك واتهام في تآمر نحن لسنا نرضى إلا بالمبادي والمآثر لم نطأطئ رأس ذل لم نطأطئ رأس ذل نستخف بالمخاطر هو ذا منهاج قومي لن نبيع لن نتاجر لن نبيع لن نتاجر هو ذا منهاج قومي لن نبيع لن نتاجر مش إلى الفتنات تعسن بائع أرضك كافر ليس ما قلته شعرا ليس شعرا بل مشاعر سجرت من فعل قوم ليس تخبو كالسجائر أيها الشذاذ توب مزهق الأرواح خاسر جانب القتل اللعينة إن ربي خير ماكر إنما يطلب أمنا عالم بالليل ساهر يمسح الدمع بكف يطلب الأمن بآخر هيا عودوا للمعالي واطلبوها بتفاخر إن ذي فعال المارقين حينما راموا التناحر إنما بالعلم نسمو وبجهل نتصاغر ماذا رد المعتدين من سيعفو من يعاذر عندما باديس يسأل ما فعلتم بالجزائر وإذا المقران حار وبكى عبد لقادر وإذا المقران حار وبكى عبد لقادر وإذا عميروش ينهض بالمناسبة هذا مشهداء نعم وإذا عميروش ينهض والبشير ذو البشائر وإذا سومر للا فاطمان سومر وإذا سومر تسائل ماذا بأدي للحرائر يسألون في ذهول والجميع الكل حائر حينها الشيخ الذبيح دمه ريح الأزاهر يسأل القوم بلطف أين ذباح المقامر ما جنيت حتى قومي قد رموني في المقابر ذبحوني من وريد للوريد مثل كافر هل دعوت للتخاذل هل نصرت من يكابر هل دعوت للمروق عند أعتاب المنابر بل قضيت كل عمري دعوة الرحمن ناشر وأنا وأخي أفضى شهيدا وأنا بعده ثائر فاشهدا يا رب أني أعشق أرض المفاخر ليت ما سال بأرضي من دماء للذخائر ليت قومي يعلمون جنة والله غافر إن فيك يا جزائر الأسود والحرائر يأنفون الظلم فيك يقطعون كل دابر فمتى الحادي ينادي حل أمن بالجزائر والرايات البيض تعلى يا لها حقا بشائر وإذا الشعب يسبح ربه والرب ناصر جاء أمن الله حقا شعبي الحر تآذر وإذا الأذرع تسعى للأياد تتغافر عسى أن تظل هذه الأيدي متوحدة وتظل هذه القلوب متقاربة لا متناحرة أو متباعدة وما ذلك على الله بعزيز دكتور عمار لابد وعندما نعرج في قصائدنا على أوطاننا أن نتحدث وإن بالقليل عن فكرة الرمز أو القدوة كي لا يفقد هذا الجيل الأمل بإمكانية أن يكون هناك شخص يستحق أن يكون قدوة للجيل يكون مبشرا بقرب مواسم الخلاص عن فكرة القدوة وضرورة تعزيز هذه الفكرة حتى يجد الناس من يلتف حوله ويجدوا أن فكرة الإيمان بالوطن وأن هناك من يجب أن يقودهم هي فكرة قابلة لأن تتحقق دون كذب أو تلفق شكرا لك أستاذ مصطفى قد فتحت الباب في هذا الموضوع على مصارعه وليس على مصرعيه فقد تفضل يقول ربنا عز وجل أعوذ بالله بشترجهم لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا والأمة لم تعدم وجود القدوات الأسوات عبر تاريخها الطويل والعريض فهناك الصحابة والتابعون والعلماء والمصلحون والقادة والمجاهدون والمقاومون في كل عصر ومصر ولا بد لشبابنا أن يتنبهوا لأمر إن الغرب إن الغرب يعملون على صناعة فقاعات بالنسبة لنا نحن هي عبارة عن فقاعات ولكن يجعلونها كأنها أصدام وآلهة مقدسة هم عندهم البابا يصدرونها لنا على أساس أنها قدوة آه هم عندهم البابا ونحن في علامنا الإسلام كما قال أحد العلماء لا عندنا بابا ولا ماما هم يقتدون ويسمعون إلى ما يقوله قادتهم سواء الدينيون أو غيرهم من السياسيين أما نحن فيعملوا وبكيد ومكر على إلغاء هذه القدوات تجد الواحد اليوم يطعن في عالم يطعن في قدوة حتى صرنا لا نكاد نسمع بعالم إلا وغمز فيه أو همز أو لمز وهذا أمر مشين ولا بد لشبابنا أن يتنبه لهذا المكر الذي يقوم به من يقوم من الجهات في ليل ويسوقون لنا الفقاعات على أنهم قدوات كأن يسوقوا ممثلا أو مطرب راب مثلا أو غيره من يعني الأمثلة الهشة التي لا تستحق أن تكون طليعة أمة والأمر نفسه أستاذ مصطفى تأمل عندنا في الجزائر هناك شعراء رائعون عندنا شعراء رائعون سواء قديما أو حديثا على رأس القديم يعني في عصرنا في التاريخ المعاصر عندنا مفدي زكريا شاعر الثورة الجزائرية اليوم لا يكاد يسمع به حتى في مناهج التعليم عندنا نعم عندنا الشيخ العلامة محمد العيد آل خليفة هو كاتب الإلياذة المفدي زكريا المفدي زكريا صاحب الإلياذة وصاحب اللهب المقدس من مناسبه الذي يقول نوفمبر جل جلالك فينا ألست الذي بث فينا اليقينة سبحنا على لجج من دمانا وللنصر رحنا نسوق السفينة فأضفت إليه وأنا على استحياء وبالدين وبالروح جدنا بأموالنا وبالروح جدنا بأموالنا لتحيى الجزائر دنيا ودينا وبالروح جدنا وأموالنا لتحيى الجزائر دنيا ودينا وستحيى الجزائر باختصار شديد لأن الوقت داهمنا للأسف إذا ما أردت أن تقول كلمة بحق الجزائر وباختصار لأن الوقت انتهى ماذا تقول في الختام؟ بلدي يا وطني المحبوب إني لأعلم يقينا لو أن أرضا غير أرضك أو شعبا غير شعبك أصابه ما أصابك لكان نتاج وأثر ذلك الشعب هي الجوائز جوائز نوبل جائز نوبل فلما لم تعطى أنت ولما لم يعطى شعبك هذه الجائزة لماذا؟ لأنهم يدركون أن تلك الجوائز ستتحول إلى بصاق نقذفهم في وجوههم هذا من ناحية ومن حيثية لأنك أنت يا وطني ولأننا نحن ولأن نحن نحن أردت أن أكمل كلمتي بقناة الرافدين لها بنات رجال لا تلين لهم قناة وفيهم مصطفى كالغيث يهمي كما مطر غذته المعصرات وينفق للجميع كريم قول له من التحايا الخالصات شكرا لكم شكرا لك دكتور عمار أخجلتمونا والله في هذه الخاتمة الطيبة ولكنها خير مختتم لخير مفتتح كذلك شكرا لك لأنك شرفتنا في هذه الحلقة ونرجو أن تكون ضيفا عزيزا علينا دائما وبإذن الله تتكرر مثل هذه اللقاءات العربة والشائقة الجميلة مشاهدين الكرام بهذا الجمال العفوي نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم بيت القصيد في الأسبوع المقبل ليتجددوا اللقاء نوائيكم بحول الله تعالى إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة